حدثنا صفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحريث قال زوجني أبي في إمارة عثمان فدعا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء صفوان بن أمية وهو شيخ كبير فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها سوء اللحمة نفسا فإنه أهنأ وأمرأ أو أشهى وأمرأ قال صفيان شك مني أو منه